السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وبنات الصف الثاني سنوي اهلا ومرحبا بكم يا رب جميعا يا ولدتكونا دايما بخير وفي احسن حال النهاردة ان شاء الله نحل مع بعض النموذج الرابع لو اول مرة بقى اتبعنا اه هتلاقي عندك بلاي لست موجود فيها حل كل الامتحانات اللي فاتت النماذج اللي فاتت وكمان حل للمنهاج كله طيب يلا بينا نبتل ندخل في الجد على طول عشان ما نضيعش وقتكم نقول بسم الله ونشوف اول سؤال مع بعض اول سؤال مصطلح الالكترون ما قالوا يا مستر مصطلح الالكترون داي يا ولاد لم يكن معروفا وقت وقت تأسيس مين هل نموذج زرد رازرفورد نموذج زرد بور ولا آآ نموذج زرد تومسون ولا نموذج زرد بور المعدل اولا الالكترون اول ما نكتشفه هو تومسون لذلك مصطلح الالكترون ما كانش معروف وقت تأسيس نموذج زرد مين زرد تومسون انما وقت الزرة رازارفورد لا كنا عارفينو الالكترون وصمي يوم بعد باسم الالكترون يا مستر. طيب. ده ده رازارفورد. وبور طبعا ده شغله كله على الالكترون اصلا. وبور المعدد بنفس الكلام يا مستر ازا هيبقى الاجابة هي انا نوز اجردت عنصر. اللي بعد. لو كان عدد الكم الرئيسي لاخر الكترون في زرة عنصر نبيل هو ان تلاتة. عدد الكمل ايه? الرئيسي. لاخد الكترون في زرة عنصر نبيل ان تلاتة. معناها انا عندي سري ان تو سري بي سكس. عارفت منين ان هو سري ان تو يامستر? هو بالعقل وبالمنطق انت هيبقى عندك طالما اني بتلاتة تلاتة والغاس الخامل كلهم في البي سكس. واضح كده واضح. فانت هتوزع لحد الايه? البي سكس. فمع عدد الاوربيتالات الممتلئة بالالكترونيات في هزه في هزه الزهرة. ده معنا ان انت هتجيب الايه? الاوربيتالات كلها. بمعنى. وان اس تو. تو اس تو. تو بي ستة. سري اس تو سري بي سكس يامستر. حلو كده حلو الكلام. ده كم اوربيتال واحد. وده كم اوربيتال واحد. والبي تلاتة اوربيتالات. والاس واحد والبي تلاتة اوربيتالات. خب بالك ده ممتلق 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 كلهم تام من الامتلاء. يعني ده هتلاقي فيه تنين ده تنين. ده فيه ستة الالكترونات كاملين. ده فيه تنين ده كمان فيه ستة. هو مش عايز الالكترونات. هو عايز الأوبesinات. يبقى ده تلتة واحد اربعة وتلتة سبعة تبانية تسعة يبقى تسعة ولا تلاتة مصدر يبقى اديها الاجابة المزبوطة. يلا بينا البعض. مع عدد الالكترونات المفرضة في زرة عنصر الفوسفور يعني يا مصدر يعني هو عايز يعرض الفوسفور ده عنده الالكترونات مفردة دي يبقى توزع يبقى واحد es كان two two s two two bi ستة اللي هو النيوم بقى بعد كده سريine it 했어요. serine b كان خمستاشر يبقى سريه. اذا' b يا ولاد الأوربيتال by فيه كام اوربيتال يا مستر ال b مصرى. عليه. فيه ثلاث أوربيتالات سلب واحد زير واحد. هنا قدي الاية التالة. وابد التالعة. يبعد الالكترونات المفردة اللي باقي كله. مش مفردة. يبعد الالكترونات المفردة. هيكونوا ثلاث يا مستر. خصفت ثلاث الا طب يلا اللي بعده بيتطفق البروم مع الكلور في كل مما يأتي عادة انه معين البروم والكلور بيتطفقوا في كل دول معادة اولا بروم وكلور دي عناصر الهالوجينات ادي الكلور بعدين على طول البروم حلو ده مجموعة سبعة ايه حلو كده يقع في فئة واحدة من فئة الجدور الدوري اه الاتنين في الفئة بي مزبوط هو بيقول لي يتطفق عادة فدي مش هختارها لهم نفس اعداد التأكسد اه الكولور والبروم الاتنين نفس اعداد التأكسد المجموعة سبع ايه عداد التأكسد ده سريب واحد خلاص فليهم نفس اعداد التأكسد طيب بعد كده رقم تلاتة او الاجابة التالتة بيقول لي يقع في مجموعة واحدة اه طبعا بيقع في مجموعة واحدة فدي مش هختارها برضو ودي مش هختارها انما يقع في دورة واحدة لا ده ده في دورة وده في الدورة اللي بعده يبقى هي دي الاجابة لانه هو بيقول لي عداء طب عظيم جدا يا مستر يلا على بعده ي بيقول لك ايه? ما نوع العنصرين اللذين يكون ايونيهما? يعني اي الايونين بتاع المركب? كبريتيد الحديد اتنين. طيب تعال ان ناخد كبريتيد الحديد ده وندرسه اهو كبريتيد الحديد. حديد يبقى اف اي مجاب تلاتة? كبريتيد اس يسأل اي باتنين? يلا يا عام يبقى هنا تلاتة هنا اتنين هتعمل مقص هنا اتنين هنا تلاتة يبقى عبارة عن هو ده كبريتيد الحديد اتنين. حلو الكلام? حلو الكلام. طيب ما عايزي بقى? ما نوع العنصرين اللي بيكون ايونهما مركب الايونين بتاعهم? فده طبعا ده ايون موجب وده ايون سالب. خلاص اهو ايون موجب وايون سالب. الحديد مالو ده فلز. كبول كبريت لا فلز. هو عايزي بقى. هل الحديد فلز انتقالي رئيسي ولا فلز ممثل? هل ده فلز انتقالي? اه ده فلز انتقالي. طب والكبريت لا فلز وممثل من العناصر الممثلة? اه لا فلز ومن العناصر الممثلة. لزلك الاجابة الاولانية دي مظبوطة. طب هل فلز ممثل? هل الفلزات بتبقى ممثلة? ولا فلزات انتقالية? الفلزات الممثلة اللي هي عناصر المجموعة وان ايه? وعناصر المجموعة ايه? صح ولا من الصح? اول سريق ايه كمان? إنما هل ده فلز ممثل؟ لا طبعا ده فلز انتقالي الحديد إحنا عارفين على ده 26 من العناصر الفلزية الانتقالية الرئيسية فده غلط ففلز انتقالي آه هل داخلي؟ لا طبعا هو رئيسي طب كلا هما فلز برضو لا إلا بعده ما الترتيب التنازلي الصحيح لخاصية الميل الإلكتروني لأنصر كربون أكسوجين فلور كولور هقولك تعال أولا الميل ده يا أولاد بيبقى في لعبة شوية بمعنى إحنا طبعا لو هنيجي ندرس خاصية الميل عشان بقى حضرتك تبقى فاهم الحاجة الوحيدة اللي فيها أب نورماليتي أو اختلاف كتير اللي هي قصة الميل الإلكتروني إزاي يا مستر تعالى وضح لك عندنا طبعا هو بيقول لي كما عنصر أكسوجين كربون فلور كولور هقولك تعالى أولا إحنا عندنا كربون بعد كده عندنا فلور الكربون ستة الفلور تسعة تمام تمام الأكسوجين تمانية وتمانية يبقى ستة تمانية والسي ال سبعتاشر طب هعرف منين يا مستر انت مطالب انك توزع يعني في المتحان هتوزع هتعمل ايه قد الكربون سيبه دلوقتي تعالى الأكسوجين ده الكربون ستة قد الكسوجين تمانية يلا هاتي الفلور هتقول لي طبعا بقى انت لو فهمهم وعارفهم زي ما قلتلك مش هتضيع وقت في الكلام ده هتبقى عارف الترتيب بتاحهم ايه بالزبط بس ده اللي مش عارف هنا هتقولني نيون عشرة ثلاثة اس اتنين ثلاثة ب خمر اذا ركز معي هنا تنين خلاص يبقى ده ف approach انهي مجموعة يبقى هجمع يبقى ده في المجموعة الكربون المجموعة اربعة ايه هنا كربون طب المجموعة الستة ايه الستة ايه آه هنا الستة او後 اتنين واربعة ستة يبقى ده الاكسوجين يبقى هنا كربون وهنا الاكسوجين impressions طب هنا ده المجموعة السبعة يبقى المجموعة السبعة ايه? عندك اول عنصر هنا كام? هنا اتنين اس اتنين بي. بقى ده الدورة التانية اللي هو الفلور. وده كمان دورة تانية وده دورة تانية. فلور كده كلهم دورة واحدة. طيب ده بقى الدورة التالتة والمجموعة السبعة. مش دي مجموعة السبعة او الدورة التالتة يبقى الدورة اللي بعدها على طول يبقى هنا الفلور. بص بقى. ايه القصة? القصة يا مستر احنا عندنا الميل الالكتروني. ماله. بيزداد ازاي يا شباب? اهو. تعال اركز معي. ادي الميل الالكتروني. واحنا ماشيين كده. هتقولي بيحصلوا ايه? بيحصلوا ان هو بيزداد. طيب. المفروض انه احنا بننسل في المجموع بايه بيقل? بس هنا في ايه هي? ان الكولور حجمه الزر اكبر والفلور حجمه صغير. فهنا عملية الميل الالكتروني. اكتساب الالكتروني بتكون اسهل. فبالتالي ميل الالكتروني بيكون اعلى. فالكلور اعلى ميل الالكتروني من الفلور. يبقى الكلور ده اكبر حاجة ميل الالكتروني. بعده الفلور. والفلور اكبر من الاكسوجين. والحنا تقولنا كده هي? كده بتزداد. والاكسوجين يبقى اكبر من مين? من الكربوني. بقى هو ده الترتيب المزبوط. يبقى كولور فلور اكسوجين كربون. كولور فلور اكسوجين كربوني بها دي الاجابة الصحة. ما دون ذلك غلط. فهمت اللعبة? لان عندك اب نورماليتي في الميل الالكتروني. يعني مش كله ماشي بنفس الايه؟ بنفس الرجل. طيب اي ازواج الاعداد الذرية الاتية تكون لعنصرين 요قع في نفس الفئة ونفس الدورة من الجدور الدوري الحديث. يبقى او اعيز هنا عنصرين يكونون في نفس الفئة ونفس الدورة. طبعا احنا بنتعامل اه ايه؟ يعني بنحل من غير ما نبص على الجدور الدوري. خلاص. فتعالى نتعامل كده. اولا انا عشان نفس الدورة يا مصر انا عايز رقمين هو ربعتا دي. يعني لو عشرين يبقى واحد وعشرين وهكذا. يبقى نفس الدورة. طيب. طالما نفس الدورة يبقى انا يحتاج حاجة ايه ورا بعض. بس مش شرط يكونوا الرقمين ورا بعض على طول. يعني ممكن واحد في اول الدورة واحد في اخر الدورة. ما هدوم كده في نفس الدورة برضو. فاهم الفرق. تمام? لزلك هنعمل ايه? تعال انبوز كده على الارقام. واحد واربعين اربعة وسبعين ده الفرق ما بينهم بعيد اوي. صح? يبقى معنى هات هاتف ده الفرق ما بينهم? واحد واربعين نائز. ربعة وسبعين. ده تلات وثلاتين. وانا عندي اقصى عدد للدورة. اتنين וثلاثين الكترون. واثنين وتلاتين الكترون. اللي هي الدورة الايه? السبعة. لزلك ده هيبقى مستبعد. طب تمانية وستة وتلاتين. تمانية ده اصلا الاكسوجين في الدورة التانية. ستة وتلاتين ده الكريبتون. خلاص يعني ده اكسوجين انت عارفه وده كريبتون. فدول دورتين مختلفين تماما. يبقى ازا كده احنا استبعدنا اتنين. يبقى انا هشتغل على دول. طب تعالى نفس الفكرة بالزبط. بقول لك اتناشر واتنين وسبعين. اتناشر ده فوق. واتنين وسبعين ده حاجة بعيدة قوي. ازا مش نفس الدورة. يبقى ايه ما فيش هلاديه. طب تعالى نتأكد. على نتأكد. يبقى احنا كده سهلناها حتى الايه التأكد يبقى ساحل. هتعمل كده. اقرب غاز خامل للاربعة وستين كما هتقول زنون? اربعة وخمسين. بعد الزنون ستة اس اتنين. بعد ستة اس وفور اف. بعد كده. يلا هنحط واحد في الفايف دي. كده انت معك كم تلاتة واربعة وخمسين سبعة وخمسين اطرح. يبقى انا اقول كده. اربعة وستين ناقص. سبعة وخمسين. معاك كم معاك سبعة? يبقى هنا السبع كلهم هيبه هنا. حلو الكلام? حلو الكلام. وده معهم? او كده احنا معنا سبعة. طب يلا يبقى هو كده عنصر ايه? اللانساني دات. ازن لو ده كمان لانساني دات يبقى الكلام صح. واربعة وستين زود تمانية يعني هزود على ده تمانية. سبعة وتمانية كام حباشر يعني هو كمان في اللانساني دات ازن هيبقى ايدي الاجابة الصح. فهمت? لو رجعت للجدوة للدورة هتلاقي نفس العنصرين دول في نفس الدورة اللي هي اللانساني دات. طيب اللي بقى. اي توزيعات الالكترونية الاتية بيعبر عن زرة عنصر يكون الفرق بين جهرة ايون التالت والتاني كبير جدا. جهرة ايون ايه? تالت والتاني. كبير قوي. ده معناه ان التاني كان كده والتالت كان غاز خامل. صح ولا من صح? صح. يبقى ازن هو عنصر في المجموعة اتنين اي يعني هينتهي باني اس توي. بقى انا بدور على اني اس توي. طيب. هنا اني اس وان لأ. هنا اني بي لأ بي لأ. احنا قلنا الاس وان لأ او البي لأ او البي لأ يبهينا ان سري اس تو ايوة يبهيها دي الاجابة المزبوطة يا مصدر على طول بمجرد النظر مفيش فيها طيب يلا بيقول لك ايه? عند تحول الام او نيجاتيف الى ام او نيجاتيف الى ام او يقول انها حدست عملية ايه? هقول لك تعالى. هنا دلوقتي ام او تعالى نجيب عدد تأكسده. يبهينا الام او او نيجاتيف. عايزين نحاوله الام او مجاب اتنين. طب هو بيانت هو مجاب اتنين بس احنا عايزين فاربعة بسلب تمانية هيساوي سلب واحد. يبقى الام ان بيساوي. سالب واحد رح هناك هيبقى بمجاب سبعة عشان هنشيل منه الايه? هو مجاب تمانية. ناقص واحد يبقى ايه مجاب سبعة? حلو الكلام حلو الكلام. يبقى ايه القصة لك Cyc store دلوقتي كان قادي. ان الام ايه هو مستر كان مجاب سبعة. بقى مجاب اتنين. ازن ايه اللي حصل يا اولاد مجاب سبعة كنت فائت سبعة بياتفاقات اتنين معناه ان انا اكتسبت Select اختزال? اكسادا 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 اقول لها باي باي لانه هصن له اختزال لزيادة عدد التأكسود الامين ولا اختزال لنقص عدد اكسود الامين خو بلاج بقى. بص دي هجبها لك بالنصر. اه بص يا معلم ينل قصة ياميستر? احنا قلنا شحصل له عملية ايه يا ولاد واجqualنا حصل له عملية اختزال. اللي بيحصل له عملية اختزال بيكتسب أكتسب الالكترون او اكتر فيل عدد تأكسود. بيقل لعدد ايا مستر اعرض التأكسد بي يامستر. ازن يا ولد تسعة تبقى يا مستر هتقول لي تسعة تبقى جيمة. يلا لبعد. اي الاكاسي دي لاتيها يعتبر اكثر قاعدية. اكثرها قاعدية. طب هي يعني ايه قاعدية يا مستر? يعني انا عايز الفلزات الاقلاء وفلزات ارضية الفلزات الاقلاء المجموعة دي بتكون اعلى او اكثر صفة فلزية لاني الصفة الفلزية كده بتقل وكده بتزداد. يعني بقى لو احنا بيقول لي هيبقى الكلام ايه في الوان ايه. طب لو الوان ايه بقى كل ما هنزل تحتي بقى اكتر. خلاص كده انت معاك اللي هيبقى تعرف تحل. بيقول لي مين فيها اكثر قاعدية? ده متردد. باي باي. طب وده حامدي. ما ده لافلز? باي باي. ده فلز ده فلز مين فيهم? باي باي. ده الجروب وان ايه? وده الجروب تو ايه? ازا من ما لا شك فيها تبقى لاجابة ايها تقول لي بي يا مستر شكرا. يلا لبعد. عندما تكون الان بستة. ماشي. فان التتابع الصحيح لشغل المستويات الفراعية بالالكترونيات. يكون اولا. بعد كده ان ناقص اتنين اف. بعد كده ان ناقص واحد دي. بعد كده نفس الان بي. بس هو ده الترتيب الصحيح. يبقى ان اس ان اس ان اس ان اس مزبوط. ان ناقص اتنين. ان ناقص اتنين اف. ايوا. يبقى يديا ده. ده باي باي ده باي باي. بعد الاف ان ناقص واحد دي. بعد الاف ان بي ما ينفعش ان انا اسواحي دي مزبوط يبا هي دي يا مستر الاجابة المزبوطة لان هو ده الترتيب الصحيح يبا هي دي يبا دي كمان غلط يبقى 11 خلاص هتكون ايه? يلا لبعده. ايا مما يأتي لا يمكن تفسيره بنموذك زر دالتون. طب مين بدمش هتعرف تفسره بدالتون? طيب دالتون بيقول قانون النسب السبتة. هل دالتون اتكلم عن قانون النسب السبتة? او دالتون اتكلم على قانون النسب السبتة يا مستر. يبقى از ده? لا يمكن تفسيره لا ده انا اقدر افصله بدالتون. يعني النسب سبتة اصلا بتاع الدالتون يبقى دي غلط. هل الفرق بين العنصر والمركب اتكلم عليه دالتون? اه دالتون قال ان العنصر بيتكون من دقائق صغيرة تسمى الايه? الضرات والمركب اتحاد عنصرين مختلفين مع بعض. بنسب وزنية سبتة. يبقى ده كمان لا? طب دالتون الفرق بين نظائر العنصر الواحد اه دالتون قال ان الضرة غير قبلة ايه? للتجزئة. يعني غير قبلة للانقسام. فاذا معنى نظير النظائر العنصر الواحد لا دي كمان مش حتة بتاعت الانقسام لا ده نظائر يعني يا مستر. يعني هو بيقول ان كتل العنصر الواحد بتكون متشابهة. وطالما نظائر يبقى انا امليه نفس العنصر ليه كتل مختلفة فهل بقى الفرق بالنظائر العنصر الواحد ده يمكن تفسيره بدالتون? لا ده لا يمكن تفسيره بدالتون. فهمنا? واختلاف الكتل الزرية للعناصر اه طبعا واضحة كده الحتة دي. يبقى هنا هو بيقول لي لا اي النمائيات لا يمكن تفسيره بنوذج دالتون. لو رجعت لدالتون هتلاقي ان دالتون اتكلم على قانون النسب السبتة. اتكلم على ان في حاجة اسمها عنصر وفيه مركب وفيه الفرق ما بينهم. انما ما اتكلمش على الايه? هو بيقول ان العنصر الواحد او كتل العنصر الواحد. كتل زرات العنصر الواحد بتكون ايه? بتكون متشابهة. خلاص? فطبعا بالنسبة الاستاذ. اه دالتون ما اتكلمش على قصة النزائر يا ولاد. لما النزائر يبقى انا عندي نفس العنصر وليه كتل مختلفة. هو ده النظير احنا خدنا طبعا في قولة سنوات. طيب. يلا يا معلم اللي بعده. بيقول لي ايه? يلا نشوف. عند اثارة الالكترون الاخير في زرة السوديوم المستطقة خمسة ايه. بقى انت عندك زرة سوديوم? اهو الالكترون الاخير في المستوى. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. عايز ايه يعمل. بيقول لي عند اثارة الالكترون الاخير في زرة السوديوم المستطقة خمسة. من هنا الخمسة. حلو. فانه يضل في نفس المستطقة خمسة? لا. ما بيقعدش في نفس المستوى. هيفقد التكمل من الطاقة ويرجع تاني. هليعود الى المستطقة تلاتة في قفزة واحدة? ممكن في قفزة واحدة وممكن في عدة قفزة متتارية. بس للمستقى الطاقة الرابع ثم المستقى الطاقة التاني لأ هو مش يعود للتاني عشان هو كان اصلا في التالت فدي غلط يعود للمستقى الطاقة التاني برضو مش هيعود للتاني يا مستر عشان هو كان في التالت ازا هيرجع لمين يبقى يعود للمستقى الطاقة التالت في قفزة واحدة او عدة قفزات متتالية ما عندوش مشكلة طالما في فرق مستويين ما بينه يبقى ممكن يرجع الرابع ويرجع على التالت عادي ما فيش مشكلة اللي بعده كلا مما يأتي ما له يا مستر يعبر عن قيم اعداد الكم محتملة الالكترون ما عادة. لما الانة بتلاتة فيه احتمالية ان هو يكون الالة بواحد واتنين. وزيره طبعا. طب يبقى الامة ال طالما ال ال بواحد يبقى بسلب واحد مزبوطة. طب وطالما الامة ال بسلب واحد الامة اس بزيرو مفيش امة اس بزيرو. مس يعني نجاتف نص يعني يا بسط في نصر. لザلك دية ينفع لا يبقى هو بيقول لي اين يجب الي Davان اعداد الكم محتملة الالكترون ما عادة. كل ده عادة ده عادة يبقى هو عايز عادة يبقى انا هقول له الاربعتاشر يبقى اول اجابة هي صحيحة. ليه? تعال نبص على التالي هنا تلاتة هنا اتنين او اربعة تلاتة او خمسة تلاتة او مهمش هزير عن تلاتة بقى الاف. تلاتة اللي هي الاف. تلاتة دي اف. اتنين اللي هي الدي. خلاص? فاهم حاجة? وده طبعا القيام بتاعته بتجيبها من نفس ال ال بالزبط في ومشيش في مشاكل. وده يمام جاب يمى سالب نصف فبرده ما عندكش مشكلة. اللي بعل. ما التوزيع الالكتروني الصحيح لقى ان الماغنسيوم في الحالة المثارة? تعال الأول ندرس الماغنسيوم لوحده بعد كده نشوف قصة ايه الموثارة دي هنتعامل معاها ازاي يلا? ايه وبيقول لي يا مستر يقولك عندك كده. ايهتم ايه الماغنسيوم ادي الماغنسيوم يا مستر اتنشر واحد اس اتنين اتنين اس اتنين بي ستة ثلاتةlaşة اتنين. ايون مجنسهم هيفقت ده. يلا زره مصارى يبقى ده التوزيع الالكتروني بتاعه. لما يحطر اثارة بيطلع هنا كيه? هنا يطلع للام يبقى من ال ال للام صح? صح? يبقى وان اس اتنين. اتنين اس اتنين. اتنين بي خمسة تلاتة اس واحد. يبقى اتنين بي خمسة تلاتة اس واحد. يبقى وان اس اتنين بي خمسة تلاتة اس اتنين لأ. برضو لأ ده ما فيش اصارة هنا هنا كده ما فيش اصارة فقط بس يعني ده ايون بس. هنا خمسة سريوة ايوا يا مستر هي دي مزبوطة اللي انا بدور عليها زي الفل ما فيش مشاكل. يلا لبعد. الشكل المقابل بيمثل مقطع من الجدول الدورة تعال انبص كده يا ولاد. هنا الدورة الاولينية جايب منها العنصر ده اللي هو الهيليم بقى. دي الدورة التانية بدي التانية دي التالتة دي الرابعة هو. دي احنا فهمنا اللعبة ماشية ازاي. يمثل مقطع من الجدول الدوري ايان مما يعبر انه عن احد عناصره. طيب العنصر ايه بينتهي بالتوزيع الالكتروني اني اس اتنين اني بيست او طبعا واضح ده مجموعة سفرية. اه العنصر بي له اكثر من عدد تأكسد. فين بي ده? لا ده ده عدد تأكسد ده المجموعة وان ايه وهنا المجموعة تو ايه? يبقى ده لي عدد تأكسد واحد بس. مجب واحد. هل لي اكتر من عدد? لا غلط. هل العنصر سي من اشباه الفلزات سي? ده انهي مجموعة? اقول لك تعالى ده المجموعة التلاتة ايه? اربعة ايه? خمسة ايه. طيب. خمسة ايه? ده ايه يا مستر? هتقول لي دي كده الدورة الربعة. الدورة مين? الرابعة. احنا اشباه الفلزات بقى انه كان عندنا في الخمسة ايه كان عنصر مين ومين? دي اشباه الفلزات يا ولاد اهو ادي الدورة الرابعة مستيلة على اشباه الفلزات. اول حاجة الجروب تلاتة ايه? الجاليوم? اربعة ايه? خمسة ايه? يبقى اربعة ايه وخمسة ايه كلهم اشباه ايه? في الزات. يبقى في الدورة الرابعة المجموعة الرابعة والمجموعة الخمسة اشباه في الزات. في الدورة التالتة المجموعة الرابعة. في الدورة التانية المجموعة الايه? المجموعة التالتة. يبقى الرابعة اربعة وخمسة اتنين اشباه ايه? اشباه في الزيت. طب الخمسة المجموعة الخمسة والستة. طب الستة المجموعة بقى اخر اخر وانصر اخر مجموعة سبعة ايه. فهمنا اللي بقى? لذلك احنا عندنا دلوقتي في الدورة الرابعة اربعة وخمسة ايه. يبقى نرجع بقى للسؤال بتاعنا. ادي يا مستر اربعة. فينا اربعة? يبقى هنا ده تلاتة. يبقى هنا اربعة وخمسة ده اشباه في الزيت. اشباه في الزيت او يبقى هي ده الاجابة المزبوطة. امواليا مستر ايه ده? توزيع الكتروني? لا يا حبيبي ايه ده احنا قلنا هليام وهليام بتنزيل الالكتروني واحد اس اتنين. هل هينتهي بان اس توني بي ستة? لا يا لغازات الخاملة بتنتهي ده. انما الايه ده? لأ. فطبعا دي غلط. طب هنا بقى العنصر دي من العناصر الانتقالية الداخلية دي ده انتقالي رئيسي. انما الداخلي تحت. عارف لو قال لي هنا او هنا او ليه? ما الدورة الستة بقى عناصر انتقالية ايه داخلية? لو هو كان جبأ المقطع بتاع الجدول الدوي بشكل مختلف عن ايه? عن الشكل اللي علي دلوقتي. فهمنا اللعبة? طيب يلا بينا على السؤال اللي بقى تعالى بيقول لك ايه? كل الميال يصف خواص العنصر ام سبعتاشر عدد. كل ده يا ولاد بيصف خواص العنصر ام سبعتاشر عدد. تعالى يلا نوزع الام سبعتاشر ده الكلور طبعا. يبقى سيه اللي السبعتاشر. اتنين عشرة تلاتة اس اتنين تلاتة بي خمسة. حلو الكلام حلو الكلام. ده مجموعا سبعة ايه? ده من الايه? من الهالو جي نات. عظيم? عظيم. ايه اللي عايزه? بيقول لي كل ده من خواص ومعدد. عنصر لاف لزي كهرو سالب. طبعا. ايبقى مش اختارها. طبعا ده ده لاف لزي وكهرو سالب. امه الايه? طيب بيكون ايون ام موجة بيحتوع على اربع الالكترونات مفردة. كلام ده مش مظبوط وهو عايز ايه? بيقول لي عدى. يبقى هي دي العدى اللي انا هختارها. طب هل اعداد تأكسوده تتروح من سالب واحد لمجاب سبعة? اه تتروح من سالب واحد لمجاب سبعة. صح? دي ما هو ممكن يفقل السبعة كله? خلاص? فايزا دي اعداد التأكسوده. من سالب واحد ليه عداد تأكسود سالب واحد. وليه حالات كتير جدا عداد التأكسود بتختلف فيه? بتختلف فيها يعني ازا دي كمان يا مستر غلط. طب هيكون اكاسيد حامضية. يعني هي دي مزبوطة. فمش هختارها لان هو بيقول لي عدى. خلاص? يكون اكاسيد حامضية اه طبعا. مع الاكسوجين امي تو او فور والكلام ده اه طبعا. بيكون اكاسيد يا مستر. يبقى كمان الاجابة دي يا ولاد. الاجابة الرقم سبعة واشر قلنا هتكون اللي بيكون ايون كزا لان هو عايز عدى فدي مزبوطة الاخيرة فمش هنختار. اللي بعده. ما العدد الذري للعنصر اللي بيقع في الدورة الستة من الجدول الدوري ويعتبر من فلزات الاقلاء الارضية. هو عايز عدد زري للعنصر بيقع في الدورة الستة. اقول لك تعالى. فلزات الاقلاء الارضية احنا عندنا يا ولاد بنبتدي من اول اللي سيام تلاتة. ده الدورة التانية. الدورة التالتة. يبقى بالترتيب بقى لو انت حافظهم يبقى انت هجاوب السؤال ده بمجرد النظر. ادي كده سعنتاشر. سبعة وتلاتين. خمسة وخمسين. دورة ربعة خمسة ستة. يبقى هو بيقول لنا عايز ايه? يقع في الدورة الستة. سيزيام يبقى سيزيام خمسة وخمسين اهو. طيب لو انت مش عارف يبقى حضرتك هتطر توزع ده وتشوفه في انهي مجموعة. وتضطر توزع ده في انهي مجموعة. يبقى انت لو حفظتها زي ما قلت لك هتلاقي ايه الموضوع معك بقى بقى قضل الله سهل بسيط جدا مش هياخد منك وقت تعرف توفر وقته واللي سؤال تاني تفكر فيه واحدك. الجدول المقابل بيوضح انواع اكاسيد اربع عناصر. دي انواع اكاسيد اربع عناصر. ايه هي? عندي الكابريت اكسيد قاعدي. يبقى ده فلز. وعندي اه البي اكسيد حاميدي يبقى ده فلز. ودول اكاسيد مترددة. طيب. هو عايزي بقى. الجدول يوضح انواع اكاسيد اربعة من العناصر. ينتمي لنفس المجموعة. ما رمز العنصر الاقل سليبيا كهربائي. طيب. هو بيقول لي دول بينتموا لنفس المجموعة. ينتموا لنفس لايه? المجموعة. طيب اما نفس المجموعة يعني كلهم هيترتبوا في مجموعة واحدة. طيب بعد كده. بعد كده يا مستر بيقول لي ما رمز العنصر الاقل سليبيا كهربية. طب احنا السليبيا الكهربية بتقل لي امتى كل ما الحجم الزري ما بيزيد. مين اكبر حجم زري? الاس صحة ولا انا الصحة? هتقول لي مضبوط يا مستر. ازن بدون بقى قصة المجموعة والكلام ده يبقى انا عارف ان الفلزات ده اكبر حجم زري وبالتالي هي اقل سليبيا كهربية يبقى مما لا شك فيها دي وخلصنا من السؤال. في همتى اللعبة? يلا. من الاحماض الاكسوجينية? هذه دول احماض اكسوجينية. اي الميميات يعبر عن احد هذه الاحماض? اولا الاحماض الاكسوجينية قوتها بنعرفها من الان عدد زرات الاكسوجين غير مرتبط بالهايدروجين. طب يلا بيقول لك بقى ايه? بيقول لي? يعتبر الحمض ال ا اي ار هو حمض ال HBR بيساوي سلب واحد. اقول لك تعالا. فين البروم? اهو. في ال HBR او سري. اهو. ال HBR او سري. يلا. تعايز بي ار اه. يبقى الBR هنا مجاب واحد زائد. ده سلب ستة. بيساوي زيرو. ازن الBR ده مجاب سلب خمسة يبقى يطلع بمجاب خمسة. هل طلع بسلب واحد? لا. يعتبر حمض ال HBR او تو هو اقوى الاحمر التلاتة فين ال HBR او تو? لا. ده واحد اللي اقوى منه ده. يبقى دي غلط. طب بالنسبة بين ال N لل M في حمض ال HBR بتساوي واحد لواحد فين ال M. هنا اصلا زيرو لوحد. يعني ايه? هنا مفيش N. ال N زيرو. يعني ال N دي اللي هي عدد زرات الايه? اللي غير مرتبطة بالنسبة لل M للمرتبطة. هنا واحدة اهي. او H. بقى انا عندي او H واحدة ومعنديه زيرو. يبقى النسبة زيرو الواحد. فطبعا دي كمان ايه يا مستر? غلط. فهمنا اللعبة? يلا بينا يا ولاد على السؤال. اللي بعده بيقول لي ايه? بيقول لي في التفاعل اللي قدام حضرتك ده ما التغير الحادث في عدد تأكسد ال S P. يلا نحسب ال S P. ادي ال S P هنا يا مستر وادي ال S P هنا. يلا احسيب لي عدد تأكسده هنا. هتقول لي خد بالك انت عندك اتنين من ال S P. اللي هو القصدير. اطرح منهم الستة بتوع عدد تأكسد الاكسوجين سويهم بالسفر. يبقى الاتنين S P يا مستر. دي تروح لك نجبه موجب ستة. ازا ال S P هنا ع ايكس ستو بقى موجب تلاتة. خرج هنا زيرو. من موجب تلاتة لزيرو كتفاق التلاتة بقت زيرو. ازا يا مستر في حصل عملية اكتساب كلنا شايفينها دلوقتي. طيب عملية الاكتساب دي مما لا شك فيه ان هي عملية ايه? هتقول لي اختزال. وطالما عملية اختزال اللي حصل. هتقول لي يا مستر بقى ده عامل ماله مؤكسد. حصل ولما حصلش حصل. طب هو ايه اللي حصل بقى? هيقول يا مستر بيزداد بمجدار تلاتة مال تغير الحادث في عدد تأكسد ال S B? طب هو ال S P يا اولاد قلنا لما بيحصل اختزال. هل بيزداد عدد التأكسد بيزداد بمجدار تلاتة ولا بيقل بمجدار تلاتة ولا بيزداد بمجدار ستة ولا بيقل بمجدار ستة? مبدئيا كلمة ستة دي يا اولاد هتبقى مظبوطة? هتقول لي لا. طب الحاجة التانية مش احنا قلنا في الاختزال بيحصل ايه العدد التأكسد بيقل مش الاختزال اكتساب اه يبقى يقل عدد التأكسد. طب الاكسدة فأت اه يبقى يزداد عدد التأكسد. تهينت اللعبة? هي دي القصة بمنطقة البساطة. يبقى طالما اكتساب اكتساب يبقى هيقل عدد التأكسد بمجدار كيان بمجدار تلاتة يبقى مما لا شك فيها مستر يبقى لبيه هي الاجابة الصحيحة. يلا معلم سؤالك اللي بعده. صلى على النبي. عليها افضل الصلاة والسلامة. البيضة للمقابل يا ولاد بيوضح جهد التأيون من الاول الى الخامس لاحد عناصر الدورة التالتة. اه الدورة التالتة. من الجدول الدوري الحديث. استنبت التوزيع الالكتروني لهذا العنصر مع حساب عدده الزر. يبقى هو عايز توزيعه وعدده الزر. سهلا. تعال نبص الاول على جهد التأيون. هنا كان خمسمية. الف تمنمية. الفين سبعمائة الحدي دلوقتي الزيادة المنطقية. من الفين لحضاشر الف ايه اللي حصل? هتقول لي يا مستر خب بالك ايه? ده كان في المجموعة سري ايه? عرفت منين? لان جهد تأيونه الرابع اعلى ما يمكن. يبقى ده تبع المجموعة ايه? سري ايه? طب هتعمل ايه? هتقول لي يا مستر هو بيقول لي ايه? ده عناصر الدورة التالتة. اذا طالما دورة تالتة هو حدد لي الان بتلاتة. اقول له اشكره. ليه بقى? ما هو المجموعة ايه يا ولاد? مش انه مش粉 ايه دي بتنتهي? بن اس تو. ان بي واحد هتقول لي مصبوط يا مستر. ده معناق يا ابن انت عندك سري ايه سري بي واحد. يلا اجمع. هتقول لي خلاص سري بي واحد. ستة سري اس يلا اجمع. طلع ايه يا ولاد? طلع الالمونيو من المستر تلات اشر. توزيع الالكتروني استمبت نار ده راكم وحد الحاجة التانية بيقول لي مع حساب عدد والزراء التلاتاشر حاسبناه محتاج حاجة تاني اظن كده امرنا زي الفل. لبعد. بيقول لك يا معلم بقى لو كان الالكترون الاخير في زارة احد العناصر ليه اعداد الكم الاتين. قد الالكترون الاخير في زارة احد العناصر. لان بتلاتة الالب واحد ترجم هتقول لي سري بي. ام قلب سليب واحد يبقى ترسم البيه مستر عشان اعرف ارسم هنا سليب واحد سفر موجب واحد. ازن ام قلب ده الاربتال اللي بنتكلم عنه في اتنين الالكترون يعني وزع واحد اتنين تلاتة ادو الرابعة. يبقى سري بي اربعة. حدد موقع هزا العنصر في الجدول الدولة. قل له عني اولا الفئة مالها بي. ليه ما هو يا حبيبي انتهي بي. ثانيا ايه? الدورة مالها اعلى عدد كم رئيسي عندك كم? قل لي سوان يا مستر عشان ما تلغبطش عشان الاس بتلغبطني. طالما عندي السري بي يبقى عندي سري اس قبلها. يبقى هو في الدورة التالتة يبقى الدورة السالسة. طب يال المجموعة مالها. هتقول لي يا مستر خب بالك ايه? مش هو سري بي سري اس اه. طب ما انا بجمع الايه? الاتنين مع بعض اتنين وده اتنين واربعة ستة. يبقى المجموعة ستة ايه? لان هو عنصر ممثل ياخد الحرف ايه? المجموعة ستة او الستة وشرف الجدول الدول. لابنا اللعبة? هي دي يا ولاد الكصة بتاعتنا في التوزيع. يلا اللي بعده. بيقول لك وضح لي التوزيع الالكتروني تبعا لقرب غاز خامل. العنصر ممثل يقع في الدورة الرابعة والمجموعة الخامسة ايه? قل له تعالى ايه? طب بتقول لي دورة رابعة? يعني الان باربعة. شكروا بقى على المعلومة الحلوة دي. طب المجموعة الخامسة ايه? قل لي خلاص. اني اس تو. اني بي تو. ايه اني بي سري بقى. حلو ولا مش حلو? حلو. دي بخب بالك بقى. اربعة اس اتنين يا ولاد. بعد كده عندي اربعة بي. آآ تلاتة. وبعد وقع في الفخ ايه? بعد الفور اس مش عندك سري دي عشرة. حصل عايز وضح التوزير الالكتروني تبعا لارب غاز خامل. هقول له كده. ده معناه ان انا عندي الارجون تمنتاشر. فور اس اتنين. سري دي عشرة. فور بي تلاتة. وضح التوزير الالكتروني تبعا لارب غاز خامل. لانصر ممثل يقع في الدورة دي. يبقى احنا حددنا له التوزير الالكتروني بتاعه. وخلصنا وامورنا زي الفور. طيب. لحد الوقت انشاف الانتحان ده ما شاء الله سهل جدا. ما فيش في اي مشاكل يعني. الشكل التالي يمثل الدورات الاربعة الاولى من جدل الدوري الحديث. دي الدورات الاربعة الاولى. هو جابها مجاشرة. هنا ون. هنا تو. هنا تري. هنا فور. حلوة قوي. اللي عايزه? تعال نشوف. ثانية واحدة. طيب. لذلك هو الراجل من الدهاني ايه واضحة زي ما قلتلك? تعال نشوف عايز ايه بقى? بيقول لي اجب عما يلي. ايه هو? ما عدد الالكترونيات المفردة في ايون الانصر ام جي. ام جي يا ولاد معناه في المجموعة اتنين ايه? خلاص? وده المجموعة ايه? ام جي هو عايز عدد الالكترون ات والمفردة. ده معناه يا مستر هيكون عنده زيرو الالكترون مفرد. ليه? ما هو اتناشر بص لو انت جد توزع. مش ده ايه? اه هو الايه ده? مش ده. عناصر الفا اس. هتقول لي اه. طب هي الاس يا ولاد. مش بتتميلي بتنين الالكترون. هتقول لي حصل. هو عندك كينة هو قدق الالكتروني اتنين. يبقى ممتلق ولا مش ممتلق? ممتلق. يبقى ازا ده عنده عناصر مفردة. اقول لي زيرو عنصر مفرد يا مستر. اللي بعده. ارسم دائرة حول العنصرين اللدانية اتحدى معنى. مكونين مركب. مركب اسف يصدر وميد. اه بيصدر وميد. امتى? عند اسخد دقائق الفة عليه? واسكر اسم المركب. قل له عنية. زد ان اس اللي هو زينكي صالفايد اللي هو بالعربي اسمه الخرصين. هو عايز اي بقى? عايز دايرة حوالين العنصرين. يبقى انا بتكون على الزد ان? اهو. والسلفر الكابريت اهو. يبقى انا رسمت له يا مستر الدايرتين واخلصنا. في مشكلة? يعني اسئلة حلوة جدا. ان شاء الله متحان سهلة اول. طب اللي بعده? ازا علمت ان طول الربطة في جزئي النشادر. ان اتش تلاتة بيسوي واحد انجستروم في جزئي الهايدروجين. بيسوي واحد ستة من عشر انجستروم في جزئي الماية بكزا. احسب طول الرابطة في الان او. اقول لي عناية. ادي الان او يا اولاد طول رابطة. عشان تجيبه يا مستر ازا انت محتاج نص الكتر بتاع النيتروجين. تجمعه على نص الكتر اللي هو الريديوس بتاع الاكسوجين. قلو عناية. طيب. تعرف تجيب النيتروجين ازا يا اولاد اجيبه من الحتة بتاعت النشادر دي. ازا يا مستر? مش انت مديك الهايدروجين كجزئ بكلام ده? اه. تقول لي ازا نص كتر الهايدروجين بيساوي طول ربطة الهايدروجين اللي هو الاتش تو على الاتنين. يعني هيساوي طول ربطة الجزئ بكام? هتقول لي او بوين سيكس اوبر تو اكوال او بوين تسري انجستروم. ده عبارة عن ايه? ده نص كتر الهايدروجين. طب يلا ارجع للنشادر يعني. مش طول الربطة في الان اتش في النشادر يا مستر مدهاني بواحد انجستروم. قلو اه. قلو ازا انت عايز ايه? انا عايز الريدياس بتاع النيتروجين. اللي هو ده? طب ما ده مش عبارة عن هنا الريدياس نيتروجين زائد ريدياس هيدروجين اه. اللي اتنين دول بواحد. اعملها معادلة بقى قدر ريدياس نيتروجين زائد. الهايدروجين الواحد بيكام? اللي هو نص كتر يعني. بيكام بتلاتة? بيساوي واحد. يبقى نص كتر النيتروجين بيساوي. ودي لي ده احنا اجبقي عكس الاشارة. يبقى واحد نايز. يطلع. كده احنا اجبنا نص كتر الان. عايز اجيب الاكسوجين. نفس الكلام. يعني مش معاك الهايدروجين. اه يلا. هتقول لي طول الرابطة او اتش يا مستر ميدهاني كان في الجزء المية. او بوينت المعين تي سيكس اللي هو بس تسعة وستة وتسعين من مية. حلو? حلو. هنا اتش بس او مع الاو. جميل. طب مش دي عبارة عن نص كتر الهايدروجين مجموعة على نص كتر الاكسوجين حصل ولا ما حصلش حصل طبق نص كتر الهايدروجين تلاتة من عشرة زائد نص كتر الاكسوجين اللي انا عايزوه بيساوي ستة وتسعين من مية. ازا نص كتر الاكسوجين هيساوي ودي ده هناكي بتقول لي كده. ادي او ستة واسعين ناقص تلاتة من عشرة كامية معلم هيطلع ستة وستين من مية. يبقى او بوين ستة الربطة في الان او اجمع الان احنا جبناها بتام يا ولاد نيتروجين سبعة من عشرة زائد سبعة من عشرة زائد النصف كتر الاكسوجين ستة وستين اذا اجابتك ان هي تطلع بواحد وستة وتلاتين اللي هو الاجابة اللي هو عايزها يا مستر. يلا اخر سؤال عندك في الامتحان يا ولاد بيقولك ايه الشكل المقابل يا مستر بيمثل مقطع من الجدول الدوري. طيب ما الذي تشير اليه الاركام الموضحة بالجدول? خمسة اربعتاشر اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين واحد وخمسون اتنين وخمسين دي اعداد ذرية. ما الصفة اللي تشترك فيها هذه العناصر? ايه الصفة اللي بتشترك فيها? خمسة اه اه ايه الحق? ايه جايب لك مقطع من ايه? من الاجباه الفرزات. ايه ده يا مستر? عرفنا من اين? خمسة مش البورن اه اربعتاشر سيليكون. طب يا مستر اتنين وتلاتين جرمانيوم وهكزة فهمت اللعبة. يبا ازا ايه بقى ايه الصفة اللي بتشتري في انه كلها جميعها اشباه في الزات وبكده بفضل الله نكون خلاص لنا نموذج الرابع في انتظار ان شاء الله نموذج الخامس ما تنساش بقى لو كنت بتستفاد من الشرح انك تشترك وتعمل شير اللي جيلك عشان يستفيد شكرا مشاهدة رضينا وفاقك ورب السلام عليكم